لكن إن إحنا نرضى بالمجازر دي وبحارب الإبادة دي ولا واحد يطلع يقول ولا واحد يطلع إحنا مش عايزين لخطب ولا قرارات إحنا عايزين أفعال يا جماعة فكوا القيود فكوا القيود أزيلوا السدود أزيلوا الحواجز حتى الحدود دعونا نقاتل كل اليهود فإما نموت أو إما نعود لو موتنا ديجو خلصتوا مننا ونخلص لكن افتحوا افتحوا ما فيش إزازة مية بتدخل أنا بقى عايزة بتوعي التكتوكرز واليوتيوبر اللي طلع وقولوا البسكوت مش منتصل الراجل طلع قال لك آه هو فضله شهر فضله ثلاثة أسابيع وعادي يعني في وقت الأزمات بندين الناس تأكلوا هم بياخدوش فضلة منك هم بياخدوش فضلة منك فرض علينا إحنا كمسلمين نكفلهم ونعنهم ونطلعهم إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسار والحمة واجب عليك إنك تساعد أهلنا في غزة مش فضل بتتفضل عليهم أصداد طبعي الأمة مش عايزين منهم حاجة يغوروا افتحولنا الحدود إحنا ونطلع افتحولنا إحنا نخلص الدنيا دي لكن يفضل بتفضل المجازر دي للونهار ويطعوا الظلمة الفجرة عبدت التغوت أحفاد الكردة والخنازير الملعونين على لسان كل النساء داود وعيسى بن مريم يجوا علشان يعملوا مجزرة ويتفوا للتصالات ويعملوا الكهرباء ويعملوا ويقول لك خلاص إحنا كذا دي كارثة دي مصيبة وإحنا لنرضى اللهم إنا نبرأ إليك ونعوذ بك من هذا الفعل وحز بي الله ونعم الوكيل في كل حاكم ظالم وحز بي الله ونعم الوكيل في كل اللي شدد على قوه المسلم في فلسطين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة